لا شك انه وجع مؤلم جدا للقلب وسعاد بيؤدي ان البنت بتبقى كرها نفسها وكرها جسدها بعد التحرش لكن الموقف عدة وانت دلوقتي مسؤولة عن محاولة اعادة بناء ثقتك بنفسك وعلاقتك بنفسك بعد هذا التحرش لان هذا الانسان اللي مش انسان اللي عمل كده راح في حال سبيله وممكن دلوقتي بيفكر في حاجات تانية وبيفكر انت يمشي على باله زي ما بيقولوا يعني فانت كمان لازم تتحملي مسؤولية نفسك علشان تقدري تتعافي من الوجع ده وهقول لك ربنا هيعملك فيه ايه بس اول حاجة لازم تعمليها لاعادة بناء علاقتك بنفسك بعد التحرش ده هو انك تطلع نفسك برا القضية لان ممكن بعض الناس يبقى سمعك كلمة انت السبر طب روحتي ليه طب مش عارف ايه حد يوعظك وعظة كده ترمي في قلبك ان انت اشتركتي في الجريمة دي لا في بني ادمين بالحقارة دي هو تحرش بيك لانه حقير ربنا لما تكلم على البشر قال ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلة ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام حيوان بل هم اضل سبيلة دول شياطين كمان مش بس انعام وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي مش متصور ان ممكن حد يعمل حاجة كده فحد ما يستهلش لا انت ما تستهليش وهو احقر من الدواب بطريق التفكير دي فطلعي نفسك برا القضية وما تستمعيش لحد رمالك كلمة ان انت كنت سبب في اللي حصل ده اول حاجة الحاجة التانية اللي تساعدك على التعافي واعادة بناء علاقتك بنفسك بعد وجع التحرش ده هو انك تعرفي ان ربنا هياخد لك حقك زي ما سدنا النبي عليه الصلاة والسلام بامر من ربنا كان بياخد حق كل بنت حد تحرش بها وكان تصرفه في منتهى الحزم بني قينقاع قبيلة يهود كانوا عايشين في المدينة والنبي عمل معاهدة سلام لكل العقائد نعيش في سلام وتعايش وانتاجر مع بعض منتهى المواطنة راحت واحدة مسلمة لسوق اليهود تشتري وتبيع معهم فحاجة قعدت على الارض واحد بيهزر بيتحرش ما بيهزرش ربط طرف الثوب بتاعها في الخمار فلما قامت ام الفستان ولا العباية بتاعتها اترفعت كده فظهر جزء من جسمها فدحكوا عليها النبي طرد القبيلة دي من المدينة طردهم من المدينة بسبب وقع زي دي وسيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام على الرجال اللي بتتحرش بكلام جنسي خبيث في معاكسات للستات يقول من اصناف اهل النار الاربعة ورجل يذهب لكل كلمة قذعة خبيثة فيقولها يتلذذ بها كما يتلذذ بالرفث رفث يعني الجماعة بيقول كلام بيعاكس به الستات كده بس كلام جنسي عزكم الله مؤلم مزعج يقبض القلب ويعمل شيء من النفور والقرف سوى بيتلذذ بالموضوع ده بالإيحاءات دي ده احد اصناف اهل النار فلازم تعرفي انك انت لكي حقك في الدنيا وفي الاخرى حاجة التالتة اللي عايز اوصي حضرتك بيها انت بخير كميلي حياتك اه كان فيه وجع جامد قوي بس انت بخير اولا انت بخير لانك توجعت لان فطرتك سليمة فانت بخير انت بخير لان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك ما فيش وجع بيصيب البني ادمين الا وربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بعدها ولما اتهمت ستين عائشة في شرفها من عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين في واقعة الافك نزل القرآن في صورة النور ان الذين جاءوا بالافك اللي افترى يعني ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم اللي جاي خير ان شاء الله وفعلا ربنا رفع مقام ستين عائشة وذكر برائتها في القرآن وهيرفع مقامك وهيكرمك اخر حاجة تعمليها تساعدك على التعافي واعادة بناء علاقتك بنفسك بعد هذا التحرش المزعج المؤذي انك تتكلمي مع متخصص تكلمي مع حد ممكن يبقى خصائي نفسي ممكن يبقى طبيب نفسي حد عنده علم يعرف يساعدك بالافكار اللي اطلعك من الوجع ده وربنا الف اسأله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سبعين في المية من التعافي في القدر على حكاية الالام اولا بيخلي الانسان يعرف يشوف الموضوع بحجمه لما يحكيه فيبان بحجمه وهو بيحكي بتطلع في باله افكار تساعده على الحل وبيحصل ما يسمى بالانفصال الشعوري بعرف احكي الموضوع بعد ما كانت مشاعري مكبوتة جواي ففتفضي مع حد كده يكون بس متخصص ويقدر يساعد حضرتك بالخطوات دي وبمدد ربنا ترجع علاقتك تاني بعد ما تقذت بسبب هذا التحرش ترجمة نانسي قنقر